هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على بيلاروس لاتهامها بالوقوف وراء افتعال أزمة المهاجرين عبر استدراجهم ودفعهم للدخول إلى بولندا واعتبرت نائبة رئيس الأمريكي كاملا هارسون نظام الرئيس أليكساندر لوكاشانكو يقف وراء أزمة المهاجرين فإلى أين تسير الأمور بين بيلاروس وبولندا ومن خلفهما روسيا والاتحاد الأوروبي وماذا عن تهديد منس بقطع الغازي عن أوروبا وتعهد الكراملين باستمرار تدفقه تفاقمت قضية المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط والعالقين عند حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي بعد اتهام دول أوروبية الحكومة البيلاروسية باستدراجهم إلى البلاد وإرسالهم للعبور إلى بولندا انتقاما من العقوبات السابقة بسبب حملة الرئيس أليكساندر لوكاشينكو ضد المعارضة وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على بيلاروس بسبب الأزمة واتخاذ إجراءات ضد دول أو شركات طيران أخرى تسهم في الأزمة من خلال نقل المهاجرين إلى بيلاروس في حين اعتبرت واشنطن على لسان نائبة الرئيس كامالا هاريس أن أنشطة بيلاروس بشأن أزمة المهاجرين مقلقة للغاية في قضية بيلاروس وما يحدث عند الحدود مع بولندا نحن قلقون للغاية بهذا الشأن ونراقب الوضع عن كثب ونعتقد أن نظام لوكاشينكو متورط بهذه المشاكل وهذا ما نقشته مع الرئيس ماكرون والعالم بأسره يراقب ما يحدث هناك يحاول آلاف المهاجرين منذ أشهر عبور الحدود نحو بولندا والتي حشدت قواتها في المنطقة الحدودية فيما تجري قنواتها الدبلوماسية اتصالات مع التركيا ودول أخرى لمنع شركات طيران من نقل المهاجرين إلى بيلاروس واستجابت هيئة الطيران المدني التركية بفرضها حضرا على سفر العراقيين والسوريين واليمنيين عبر رحلتها إلى بيلاروس بينما وعدت شركات أخرى باتخاذ إجراءات بهذا الشأن وفقا للاتحاد الأوروبي فيما دعت الحكومة الألمانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضغط على مينسك لاتخاذ إجراءات بشأن وجود المهاجرين على حدودها مع بولندا وردا على تدفق المهاجرين حشدت بولندا ألافا من جنودها على حدودها وأقامت سياجا من الأسلاك الشائكة وأعلنت حالة الطوارئ وحضرت على وسائل الإعلام العمل في المنطقة ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بتدبير ما سماه هجوما هجينا عبر موجة من المهاجرين ودفعهم لدخول الاتحاد الأوروبي القلق الأوروبي اتخذ منحا آخر بعد مشاركة قوات روسية في تدريبات قتالية مشتركة مع الجيش البيلاروسي على حدود بولندا وتزامنت التدريبات مع دعوات ألمانية لتشكيل جبهة أوروبية موحدة لمواجهة أزمة المهاجرين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي وللمزيد من التفاصيل أنظم إلينا من منطقة الحدودية بين بولندا وبيلاروس موفد الحرة عمر شاكر أهلا ومرحبا بك عمر ما هو الموقف الآن في هذه المنطقة ليلة جديدة يقضيها اللاجئون العالقون في الجانب البيلاروسي من الحدود البيلاروسية البولندية في طقس شديد تنخفض به درجة الحرارة إلى ما دون صفر في الليل يبيتون في العراء ينسبون الخيام يقيدون النار بالنسبة للاجئين في محاولة للتدفئ في ظل هذه الأجواء ولا توجد صورة واضحة حول المساعدات التي تقدم لهم في الجانب البيلاروسي خاصة للمحتاجين معظم هؤلاء اللاجئين هم من الشباب لكن بينهم نساء وأطفال كذلك وهناك تقارير عن وجود وفيات عن وجود حالات انخفاض شديد بدرجات الحرارة والإغماء وبالتالي هناك محاولات للمساعدة لكن صورة غير واضحة حتى الآن في جانب البيلاروسي وهذه الأوضاع تنذر بكارثة إنسانية كما يعبر عنها المراقبون والمتابعون لهذه التطورات الخاصة بأزمة الهجرة بين بيلاروسيا وبولندا بالتوازي مع هذا أحمد هناك أزمة سياسية متصاعدة بالنسبة لبولندا هذا الأمر هو حرب من نوع آخر تشنها أو مدفوعة من الجانب البيلاروسي وبالتالي بولندا تحشد قواتها على الحدود بشكل ملحوظ هذه المنطقة الحدودية مغلقة للصحفيين للناس العاديين مخصصة فقط للجيش وعناصر الشرطة وهم بالآلاف منتشرون عبر الشريط الحدودي والجيش قام جدارا مؤقتا من الأسلاك الشائكة على مدار هذه الحدود منعا لأي محاولة من اللاجئين الموجودين على الجانب البيلاروسي من عبور هذا الفاصل إلى الأراضي البولندية تصف بولندا هذه الهجرة بأنها غير قانونية وتطلق نداءات عبر مكبرات الصوت في تلك المنطقة بأن أي عبور بهذه الطريقة سيجد اللاجئون عقوبات جنائية تنتظرهم بسبب هذا الاختراك الحدودي لكن بولندا الآن تقوم بهذا الموقف وهناك خشية من أن تتفاقم الأزمة سياسيا وأيضا إنسانيا لذلك دعوات هنا وهناك تطلق للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية قبل أن يكون الوقت قد تأخر كثيرا مفادنا عمر شاكر شكرا جزيلا لك وللمزيد من التعليق على نفس الأمر ينضم علينا من جورجيا السفير كارت فولكر المباوث الأمريكي الخاص السابق إلى أوكرانيا والسفير الأمريكي السابق لا داحل في شمال الأطلسي أهلا ومرحبا بك معنا سيد فولكر كيف تنظر لما رأيناه من هذه الصور على الحدود ما بين الجانبين أعتقد بأنها أزمة إنسانية مصنوعة من بيلاروسيا من أجل وضع ضغط على الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات التي فرضت من أجل إزالة لوكاشنكو من سدات الحكم ولا يمكن أن نفصل ذلك عن السياسة الشاملة التي يطبقها الرئيس الروسي بوتين تجاه أوروبا في الوقت الحالي ليس فقط بالنسبة للأزمة في بيلاروسيا ولكن أيضا هناك حشد للقوات الروسية حول أوكرانيا وأيضا تهديد بضفق الغاز إلى أوروبا فنرى الضغط الروسي على أوروبا وهذا رهن في هذه اللعبة الكبرى وكيف سيتم التعامل من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع ذلك في المسألة الأولى هي ما يقوم به البولنديون هو ضروري جدا من أجل يقنع البلاروسيين والمهاجرين بعدم تجاوز حدود إلى الاتحاد الأوروبي فبذلك يجب أن يكون هناك عنصر إنساني لمن يأتون إلى هناك يجب أن لا يتم إطلاق النار عليهم أو يقتلون من البلاروسيين يجب توفير ملازآ منهم وإعادتهم إلى ديارهم أما في السياق الشامل فأعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي عليهم الحديث عن كيفية وضع القطوة اللازمة للتصدي إلى هجمات روسيا العدوانية وبذلك علينا أن نظهر الثبات بأننا قادرون على التصرف وزيرة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أشار أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع إلى التحركات الروسية خلال هذا الأسبوع في المنطقة تحديدا على الحدود مع أوكرانيا ما الذي على الحلف كذلك أن يقوم به أعتقد في الوقت الفوري بالنسبة إلى أوكرانيا فهو أوسع من نتاق القضية البلاروسية التي نتحدث عنها في الوقت الآن بالنسبة لأوكرانيا علينا أن نعلن بأن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها هي مهمة جدا للولايات المتحدة والناتوح في شمال الأطلسي وعلينا أن نعزز من دفاعاتنا من القدرات المدفعية والقتلية الأرضية وغيرها وعلينا أن يكون هناك جولات لوفود مستمرة من الوفود الغربية تزور أوكرانيا لإظهار دعم الغربي لأوكرانيا ولأمنها فكل ذلك موجه من أجل منع روسيا من اتخاذ أي تصرفات عسكرية إضافية وأيضا أن تترافق هذه الخطوات مع العقوبات وكل ما يلزم من أجل السماح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها لو عدنا مرة أخرى إلى الموقف عند بيلاروسيا استخدام المهاجرين في الخلافات السياسية ليس هو الأول هذه المرة ظهر ما بين الجانبين التركي والأوروبي وكذلك ما بين الجانب المغربي والجانب الإسباني ما الذي على دول أن تتعامل به مع وسيلة ضغط وعدم انتهاك حقوق الإنسان هناك فرق كبير بين الوضع في بيلاروسيا والوضع مع تركيا والمغرب فتركيا والمغرب تعرضت لضفط كبير من المهاجرين لم يكنوا يرغبوا به وقد سمحوا للمهاجرين بالتوجه إلى أوروبا وكان يمكنهم أن يتفاوضوا مع أوروبا بالنسبة لهذا الملف عوضا عن سماح لهؤلاء المهاجرين من الاستمرار في طريقهم إلى أوروبا أما ما تفعله بيلاروسيا فهي تخم بذلك عن قصد فهي تدعو هؤلاء المهاجرين وتدفع بهم إلى نحو الاتحاد الأوروبي وتتهددهم بالموت وغير ذلك إذا رفضوا الذهاب فهو خلق لأزمة من أجل تحقيق أهداف سياسية تسعى إليها بيلاروسيا وأعتقد بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض ضغطا كبيرا مقابل ذلك في هذا الشأن كيف تنظر إلى الدور الروسي ورد ثاله على ما يجري كما رأينا الوضع خلال أسناء الماضية لقد فقدت بيلاروسيا القدرة على اتخاذ القرارات المستقلة فروسيا لديها نفوذ على الأجهزة الأمنية وعلى الاتصالات وقدرت على لوكاشنكو في البقاء في الحكم منوطة بدعم من روسيا ويجب أن ننظر إلى أن هذه السياسات مقصودة وتوافق عليها روسيا ومع ذلك فالجميع في أوروبيين والولايات المتحدة والناتو علينا أن نرى بأن هذه المرحلة دخلت مرحلة جديدة من العدوانية من روسيا ويجب اتخاذ قرارات الخطوات اللازمة لمنع ذلك ماذا عن هذه الخطوات غير العقوبات التي يبدو أنها ليست ناجعة؟ كما ذكرت لتاو إن المساعدات الأمنية إلى أوكرانيا هي مهمة للغاية شكرك السفير كارت فولكرها المبعوثة الأمريكية الخاصة السابق إلى أوكرانيا والسفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسي وللمزيد أيضا ينضم إلينا من ورسو الخبير في الشؤون الدولية ماتياس براغمان ومن موسكو ستاينيس لاف بيشاك الخبير في الشؤون الروسية والدولية وأستاذ العلم السياسية في جامعة موسكو أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد بيشاك ما الذي تقوم به روسيا في هذه الأزمة على الحدود عند بلا روسيا أولا لا أقبل الجدل بأن روسيا هي وراء هذه الأزمة ما هو مهم في موقف روسيا في هذه النزاع بأن روسيا تعتبر بولاروسيا وديكتاتورها لوكاشنكا هو حليف وروسيا لا تنتقد أي شيء يقوم به لوكاشنكو في داخل بولاروسيا أو عبر جيرانه في هذه الحالة فإن روسيا تعتمد وتلتزم بأجنتتها بالنسبة للوكاشنكو فتعتبر أن مسألة الأمن مهمة وعلى بلاروسيا أن تبقى داعمة لروسيا أو حيادية ويجب أن لا تكون جزءا من ناتو أو الاتحاد الأوروبي وفي هذا السياق فلوكاشنكو ليس شريكا مثاليا لروسيا ولا أعتقد بأن هناك بوتين قد يطلب لوكاشنكو في مينسك ويطلب منه باستخدام هؤلاء المهاجرين من كردستان ومن كردستان العراق للاعتداء على بولندا فهذا غير عقلاني لكن ألا تملك موسكو أدوات ضغط للتعامل مع أزمة متفقمة عند حدود قريبة منها روسيا ليست مسؤولة عن ما يحدث في بلاروسيا وتما نسمع من سرغيل أفروف وزير خارجية روسيا فروسيا تزعم بأن الغرب مسؤول عن أزمة اللاجئين عموما من العام 2015 حتى الآن وفي هذه الحالة روسيا تشدد على أن ليس لوكاشنكو ولا بولاروسيا مسؤولة عن هذه الأزمة وإنما التدخل الغربي في العام 2003 في العراق وأماكن أخرى وهنا فرديا قد تستخدم روسيا هذه الحالة على الحدود البيلاروسية لدفع أجندتها القديمة المعهودة قديما بأن الغرب هو الرجل السيء في هذا الموضوع بالنسبة للمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط إلى أوروبا سيد برويب منع تلويح بعقوبات جريدة هل سيفاقم الأزمة أم سيحلها؟ أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للإتحاد الأوروبي لفرض العقوبات على الحكم في بيلاروسيا لسيما الدكتاتور هناك وحلفائه يمكن أن نقفل المجال لإرسال المواد الزراعية إلى بيلاروسيا وغيرها من الصادرات أيضاً أقول بأن هذا عمل عدواني صريح وواضح من بوتين في الكراملين وبأن لوكاشنكو هو فقط دمية في يد رئيس الروسي بوتين فهو بشكل فعلي يعتدي على أوروبا وكما تعرف كان هناك في ألمانيا هناك انتخابات وليس هناك حكومة جديدة بعد وبذلك بوتين يرى طريقة لتحدي الرياضة الأوروبية الجديدة وليرى المجال الذي يمكن أن يلعب به مع الأوروبيين يريد أن يتعامل مع أوروبا ومع الدولة الرياضية في أوروبا ألمانيا سيد بيشوك إلى أين سيأخذنا استخدام مسألة المهاجرين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية كسلاح للضغط لست متأكدا أن هذه الفراضية هي ثابتة منذ العام 2015 منذ الدفق الموجة القبرى الأولى للمهاجرين الشرق الأوسط نحو أوروبا فقد تغيرت الظهنية في أوروبا بأنه يجب الترحيب بكل هؤلاء المهاجرين كما اقترحت المستشارة الألمانية ميركل على الحدود الأوروبية وأنه يجب حمايتها بكل الطرق فلست متأكدا في هذه الحالة حتى وإذا كانت روسيا وراء هذه الأزمة على الحدود مع بيلاروسيا لست متأكدا إذا كانت روسيا ستحقق أي مكاسب على الإطلاق فروسيا لديها الكثير من التوترات مع الاتحاد الأوروبي وهناك العقوبات المفروضة على روسيا بشتى الأسباب وبذلك روسيا غير مهتمة بالخضوع للمزيد من العقوبات فروسيا تعتمد على الأسواق الأوروبية أسواق الطاقة الأوروبية أسواق الغاز وغيرها وفي هذه الحالة روسيا مهتمة بتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ولهذا السبب مؤخرا تصل الرئيس بوتين نظيره البيلاروسي وتحدث عن هذا الموضوع قبل ذلك المستشارة الألمانية مرتين تصلت بالرئيس بوتين من أجل طلب من روسيا أن يؤثر ويعطي نفوذه على النظير البيلاروسي سيد بروغمان إشارة سيد بيشوك إلى مسألة الطاقة تأخذنا إلى التهديد الآخر الجديد من لوكاشنكو المتعلق بقطع الغاز عن الجانب الأوروبي كيف سيرد عليه الجانب الأوروبي لقد أعرب الأوروبيون عن رفضهم وفقط يقوم بذلك لوكاشنكو إذا سبح الروس بذلك فالغاز هو غاز روسي وبلا روسيا تعتمد بشكل كبير على النفض والغاز الروسي وإذا قال الرئيس بوتين يقول للدكتاتور في مينسك بأنه عليه أن ينظم نقل هذه الطاقة عبر أراضيه إلى أوروبا من روسيا فسيفعل ذلك وإنما سيقطع عليه الإمدادات فالوضع مختلف عن ما كان عليه في العام 2015 فهؤلاء ليسوا أشخاص قدموا من تركيا أو أماكن أخرى وحاولوا تجاوز الحدود لإعتحاب أوروبي هؤلاء الأشخاص هؤلاء المهاجرين اليوم يتم جلبهم عبر الطائرات البلاروسية وغيرها والتي حملة ينظمها الحكم في بيلاروسيا في مينسك والشرطة والعسكر البلاروسي الذي يرافق أؤلاء المهاجرين إلى الحدود البولندية من أجل أن يدخلوا إلى الاتحاد الأوروبي فهو عمل عدواني استفزازي من الدكتاتور لوك جاكنتكو ومن يلعب معه هو الرئيس الروسي بوتين في الكراملين سيد بيشوك تصريح الكراملين بأنه لم يتم التنصيق معه بشأن تصريحات مانسك عن قطع إمدادات الغازة عن أوروبا إلى أي مداهية كافية في التعامل مع تهديد كهذا أعتقد بأن كلام سيد لوكاشينكو هو فقط كلام خطابي فهو ليس مسؤولا عن الأنابيب ولكن إذا حاول وقف هذه الأنابيب وقطعها ومنع الغاز الروسي من العبور عبر بلاروسيا إلى أوروبي فهذه الأنابيب أقل أهمية من أنابيب أخرى تأتي عبر البلطيق بحر البلطيق وعبر أوكرانيا أيضا ثم تأمر آخر وفقا للتقارير فهؤلاء المهاجرين من كردستان العراق لم يدفع لهم الأموال من أي شخص للقدوم إلى بلاروسيا لقد دفعوا بأنفسهم ألاف دولارات في السوق الصوداء للمتجرين بالأشخاص الذين وعدوهم بالممر الآمن عبر بلاروسيا وعبر بولندا إلى ألمانيا لماذا برأيك سيد بيشوك لم تتخذ قطوات أقوى لمنع هؤلاء سواء من الوصول إلى البلاد وهذا مستمر منذ سنوات أو حتى من منع الوصول إلى هذه النقاط الحدودية التي يتواجد فيها الجيش المسألة معقدة لقد قطعوا إلى بلاروسيا بشكل شرعي فقد اشتروا بطاقات السفر على الرحلات الجوية ووصلوا إلى بلاروسيا بشكل شرعي وبعد أن وصلوا إلى ذلك قدموا إلى الحدود البلاروسية البولاندية وحاولوا قيام بأعمال غير شرعية ولكن قبل الوصول إلى الحدود فلم يقترفوا أي شيء غير مناسب ولم ينتهك الحدود البلاروسية فقد حصلوا على تأشيرات سفر بلاروسية في العراق وفي تركيا والبعض منهم أيضا حصلوا على تأشيرات السفر في دبي وقدموا إلى بلاروسيا أخيرا سيد بروغمان الخطوات التي اتخذت اليوم من الجانب التركي بشأن منع هذه التأشيرات لعدد من الدول أو تلك التي قضت بوضع أسوار أو أسلاك شائكة على النقاط الحدودية إلى أي مدى ستحول المشكلة أعتقد بأنها خطوة مهمة من تركيا وقد جرى أيضا الحديث بين الاتحاد الأوروبي والمسؤولين في أنقرة وأيضا بين المستشارة الألمانية ميركل والرئيس التركي أردوغان لوقف الدعم للديكتاتور البيلاروسي ربما حصلوا على تأشيرات السفر إلى بلاروسيا فهم دعوون للعيش في بلاروسيا من الواضح أن المهاجرين من العراق وسوريا وأماكن أخرى التي تزعم بلاروسيا بأنها تساعد وأنهم لا يريدون البقاء في بلاروسيا أو روسيا ويريدون العبور إلى الاتحاد الأوروبي كما رأينا بأن السلطات البيلاروسية جلبتهم إلى بلاروسيا فيمكنهم البقاء هناك يمكنهم العمل هناك الرئيس لوكاشينكو ورئيس بوتين يمكن أن يجعلوا ويسمحوا لهؤلاء بالعيش في روسيا وبيلاروسيا نوارسو الخبير في شؤون الدولية ماتياس براكمان ومن موسكو ستانيز لاف بيشاك الخبير في شؤون الروسية ودولية شكرا جزيلا لكم